انبارح في الحلقة ما كان معايا الدكتور هشام الهلباوي مستشار وزير التنمية المحلية جебنا تقرير مطول جدا من منطقة شبرامونت وقلنا ان منطقة شبرامونت دي منطقة مهمة جدا في الجيضة منطقة شبرامونت بينها وبين شارع الهرم 8 كيلو منطقة شبرامونت منطقة زراعية منطقة شبرامونت منطقة سياحية ومنطقة مهمة جدا بيطلع منها كمية محاصيل من الخضروات والفكهة كبيرة جدا كلها بتروح لأهالي الجيزة وللأسف الشديد المحاصيل دي بيتم ريها من الصرف الصحي لأن الصرف الصحي لسه ما دخلهمش لحد دلوقتي لأن الصرف الصحي هم بيرموه في الترعة لأنهم مش عارفين يعملوا ما دخلهمش ميت شرب ما عندهمش طرق ما عندهمش كهرباء ما عندهمش مستشفى ما عندهمش أيها خالص مع أنها منطقة زراعية ومنطقة سياحية مهمة جدا والحقيقة إحنا مش عارفين هو محافظ الجيزة بنحاول نكلمه من المبارح وهو مش موجود محافظ الجيزة اللي هو كمال الدالي يعني رئيس الوزراء اهتم ولما يعني شاف الحلقة أو اتبلغ بيها جالنا مكالمة من مجلس الوزراء بأن تم تكليف وزير الترمية المحلية أن هو يحل الموضوع ده بسرعة جدا ويكلف المسؤولين بحل المشكلة دي والحقيقة إحنا مشكوروا جدا لأن سيادة الوزير يعني يهتم بالموضوع وقال إن هو المشكلة دي مفروض إنها هتتحلق قريب يا ريت إنها هتتحلق قريب إحنا بنتمنى ده بس تعالوا الأول نروح شوى التقريب ده ونرجع بسرعة موسيقى 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 اللي كلنا بنحبه وكلنا ماشيين وراه صغير وكبير حتى العيل الطفل اللي قد كده يقولك السيسي وكلنا بقول إلا السيسي 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 صغير وكبير مفيش واحد عندنا ما بينتخبش يد السيسي يعني الزغير كده تقولك إلا السيسي يعني ما زاكرينه ليل والنهار زي ما احنا زاكرينه ليل والنهار وحبينه لازم يعملين اختماته شوف بقى التير عاديا شوفوا المياه بالجينة ازاي يشوف احنا عاملينه ازاي موسيقى في حد عبرنا وفي حد كلمنا وفي حد اهتم واحنا بنشكر رئيس الوزراء وبنشكر كمان وزير التنمية المحلية الدكتور أحمد زكي بدري باهتمامه وقال ان هو هيكلف على طول المسؤولين ان هما ينزلوا شبرامانتو ويحلوا المشكلة واحنا برضو هنفضل متابعين معاه اول ما يحصل ما حصلش حاجة مفيش جديد في المنطقة الزراعية الكبيرة المهمة قويتي